هل في حد في الأولاد عايز يسأل تفضل؟ هو حضرتك دلوقتي قلت إن العلاقة بين والد والفتاة طالما فيها عفاف يبقى ماشي دلوقتي أنا عندي حالة إن حد صاحبي يعرف بنت وبيقول إن هو بيشجعها على الصلاة والقيام مش عارف إيه وخليها تتحجب برضو بس هل ده معناه إن ده شيء حلال؟ إن هي دي تظهر العلاقة خارج نطاق الزواج؟ العبارة غلط يعني كن ولد بيكلم بنت طب من المجتمع كله بيتكلم كلمة علاقة في اللغة معناها أن هناك لقاء وهناك بسمة من الطرفين وهناك سلام وبعدين وبعدين بعد السلام تبقى قبلة؟ لا محصلة آه يبقى مش علاقة لا بس هو بيقابلها أحرم في الدرسة فين العلاقة؟ أنت بتقول في علاقة علاقة دي معناها إن اللي اتنين اتفقوا إنهم يهربوا من أهليهم علشان يتجوزوا وهم دي ولا ده اسموا يعني الماحي في جميع النواحي لا معهم مهر ولا معهم شبكة ولا معهم شقة ولا معهم نفقة ولا هم مستعدين لهذا العفاف اللي بيحدث بعد الزواج ولا أي حاجة إذا كانت هناك نيات جلناه النية الصالحة موجودة وسحلبة سيستم واستدراج يبقى حراه يبقى ده مش عفاف لكن لو كان هناك الأسئلة اللي تسألناها كتير واللي حصلت إنه زملتي خدت منها الكراسة بتاع المحاضرات عشان ننقل المحاضرة فاتتني أو هي خدت مني هزة الكشكور وساعت بتشتكيلي بعض الأحوال اللي هم بيمروا بيها أبوها قاسي أمها شخصت فيها النهاردة وهو برضو كذلك يقول لها البيت تختي مواجهة لدويل في البيت إلى آخر ما قنالك حلال والحراب ما كله دا يا ابني عبر التاريخ وفي كل مكان من لدن الصحابة كان بيحصل بس الأساس بتاعه إيه والمفتاح بتاعه إيه والضابط بتاعه إيه العفاف هو مش بقول إن فيه كلام لا هو فيه حب يعني هو بيقولي أنا بحب بنت دي فده ينفع أصلا؟ آه ينفع آه إنك إنت تحب الخلق كله ماشي هو مش بيحبها ما حب عمه هو دلوقتي هو بيقولي إن أنا بحبها قلت له طب ماشي ما وبعدين بيقولي وأنا بكلمها علشان أحجزها عشان لما نكبر نتجوز هو قال لي كده ماشي ماشي آه ماشي آه ماشي هو القضية إنك إنت بتقول إيه بتقول وأنا قلت له يبعد عنها فهو مرضيش أو أنا قلت له قلت للبنت فالبنت هزقتني هو صعبان علي إن البنت هزقته خلي بالكم لكن إيه القضية في منتهى البساطة هل هناك عفاف ولا مفيش عفاف يتوفر العفاف يبقى كل الحاجات دي إحنا ليه اللي بيقولك أدام ده بيحب خاف عليه إنه يستدرك لكن لو إنه هو كان ملتفتاً لنفسه واضحاً في زهنه يبقى ماشي هتفضل بقى تفترض فروض طب إفرض إنه إفرض إنه الأول ما تفرض الحاجة اللي إنت حاسس بيها إن العفاف ابتدى يتهز جي منساحب على طوله ترجمة نانسي قنقر